طيب نهاردة أيضا كان فيه اجتماع لربطة الأندية أو مؤتمر صحفي لربطة الأندية للإعلان عن بعض الأمور الخاصة بأشياء كثيرة جدا أهم هذه الأمور كانت أن كأس الربطة إن شاء الله هتبدأ يوم 8 يناير القادم وتم أخدم وفقة جميع الأندية على أن هتتلعب كأس الربطة إن شاء الله بداية من يوم 8 يناير وحتى انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية وعودة اللاعبين ونشوف بقى ساعتها إيه اللي حيحصل بعد نهاية هذه الدورة أيضا تكلم المسؤولين في ربطة الأندية عن أن لن يكون هناك تصريحات من الحكام فيما يخص أي شيء من الناحية الفنية ومن الناحية الإدارية وده شيء مهم جدا 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 أنا مرة تانية بشكر الحقيقة الأستاذ أو النائب أحمد دياب وكابتن عماد متعب وكل المسؤولين في الرابط عن هذا الأمر لأن موضوع الحكام هو موضوع شائق جدا فأنا بذكرهم لتدخلهم للمرة التالتة والربعة والخمسة الحقيقة علشان زي ما قلت لحضراتكم أن خلال الفترة اللي فاتت بالكامل كل حاجة حلوة كل حاجة حلوة مش عايزة أكرر كل شوية الكلام ده كل حاجة كانت حلوة وكل حاجة كانت زي الفل يتبقى التحكيم إن شاء الله كابتن عصام عبد الفتاح يعمل على تطوير التحكيم خلال الفترة القادمة ترجمة نانسي قنقر